كثيرين أو البعض بدأ يقول أن هذه المحافظين الذين صادوا بقوة صيف الخطابي أسعد العداني محمد المياحي الآن بدأوا يشكلون قلقا وبالتالي هناك أطراب بدأت تفكر مهما كان الثمن يجب أن يستبعدوا لأنهم إذا ما منحوا فرصة مرة أخرى سيكونون قوة ضاغطة في أهم المحافظات تعتقد هناك سير أو تفكير بهذا الاتجاه كما يبشر البعض ممكن أن يحرموا أنا أمضي مع هذه الفرضية أستاذ نجم فيما يبدو بأن الإطار التنسيقي بات ينظر إلى طبيعة ما حققته هذه الشخصيات التي خرجت إلى حد ما ومنذ وقت طويل قصير بغض النظر عن الوقت الذي خرجت منه هذه الشخصيات من الأحزاب التابعة للإطار التنسيقي بدأوا ينظرون على أنهم نجحوا كأشخاص وكمنهج سياسي وكإدارة في تلك المحافظات على خلاف السنوات السابقة التي أداروا بها هذه المحافظات ومن ثم قد يؤدي هذا الفول إلى ترسيخ هذا القلق الذي نتفق عليه من أن وجود هذه الشخصيات قد يكون جزء من عملية صعود الجيل الثاني لشخصيات سياسية وهذا بحد ذاته أنا أعتقد يهدد الزعامات السياسية يعني من المستوى الأول الآن الموجودة ولذلك سينطلقوا يعني أنا أشرت لك أن جزء من بيان موقف الإطار التنسيقي الأخير الذي قال سنذهب نحو مجالس المحافظات ككتلة وكجسد موحد على الرغم من وجود أربع قوائم مع أحزاب ظل أخرى لكن هذا يبين أنهم يندفعون باتجاه تقويض أو تطويق هذه المحافظات أنا قبل ما أنتقل الدكتور رياء أكو قصة حتى استكمال الفكرة التي أنت تتحدث بها الآن يعني قصة المحافظين الثلاثة أو الأربعة الذين جاءوا بهذا نحن دائما نتحدث أن هذه القوى السياسية متمركزة في كل محافظة لديها جمهور زبائن هؤلاء الذين الناس أعطتهم أصوات بنسب مرتفعة لأنه كان لديهم منجز واشتغلوا وكافأتهم الناس هل تؤشر أولا هذه الأحزاب قد خسرت قواعدها بالمناطق التي كان فيها ناجحون وهل وعي الناس صار عاليا وبدأ يتجاوز الأحزاب رغم حاجته إليها وأصبح مع المنجز كيف تقرأ هاي يعني أنا أتصور أن هذه الشخصيات وبحكم إدارتها للمحافظات أحدثت فارقا من الناحية الخدمية وهذا الفارق من وجهة نظري أكل من جرف هذه الأحزاب التقليدية بشكل كبير تحدث عن قاعدة جماهيرية كبيرة ولذلك يعني تجد أن الموضوع فيه عدة مسارات الموضوع لا يرتبط فقط في خسران منصب المحافظ أو وجود عدد أصوات بقدر ما أن الموضوع هو أن هذه القاعدة الجماهيرية لهذه الشخصيات ممكن أن تنمو تدريجيا وبالتالي تصبح هذه الشخصيات كمنهج فيما بعد أو كحزب ككتلة بالتالي تصبح جزء من عملية استقطاب لجمهورهم الذي بما لا يقبل الشك سيكون على مستوى من عملية التقييم للأداء ولهذا أنا أتفق مع ما طرحته بفرضية السؤال أستاذ نجم أنا أشكرك